مع انه راجل بسيط جدا 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 لكن لما راعى التدين والالتزام فأداء التفاصيل في أداء التفاصيل وهو غايب عن عين الناس وهو حاضر في نظر الله عز وجل لا تخفى على ربنا جل جلاله منه خافية يراقب الله عز وجل في أحواله وبيحفظ على الفرائض والنوافل وبيعمل كده خايف من ربنا ربنا عز وجل يغفر له وحيدخله الجنة بنتعلم من الراجل ده حب الصلاة بنتعلم من هذا الرجل اللي سيدنا نبي بيكلمنا عنه حب الأذان بنتعلم ان ما نكسفش في أي مكان ان احنا نؤذن ونقيم الصلاة ونصلي بنتعلم من هذا الرجل تقديم الصلاة وتقديس الصلاة على غيرها من الأعمال يبقى مهما كان انشغلاتك وقت الصلاة أركن انشغلاتي كلها على جنب وقت الصلاة يبقى للصلاة ساعة الصلاة ده أوان الأذان والصلاة مش أوان أي حاجة تانية يعني لو عندي محل حقفل المحل علشان أروح أصلي لو عندي شركة حسيب مكتبي وقوم أصلي لو أنا بعمل أي شغلانة يبقى أنا ايه أهتم بالصلاة وقت الصلاة وبعمل كده مش علشان مش عشان حيرفدوني لو أنا مصليتش مش عشان حد حيقنبني لو أنا مصليتش مش عشان حلاقي اللي حوالين مني كلهم بيصلوا وأنا ما بصليش بحيبقى شكل وحش مش بعمل كده عشان شكل يبقى حلو أو وحش وإنما أنا بعمل كده لأني أخاف الله كل ده إحنا بنتعلمه من قصة اللي لدي من هذا الرجل البسيط اللي هو شغلنته كانت رعي الأغنام يصعب عليه أنه يأكل الأغنام بتاعته ويصرف عليها فبيطلع كده زي ما بيقوله على باب الله على فيض الكريم ياخد الغنامات ويطلع يتمشى بيها شوية في الصحرة وتاكل شوية حشائش من الصحرة وتشبع ويرجع آخر النهار بالغنم وقد إيه وقد أطعمها الله وسقاها ومع أنه جوه الصحرة وماشي الوحده في الصحرة ومحدش شايفه لكنه يخاف الله ولا يترك الصلاة والله حال هذا الرجل أحسن بكتير من مئات وآلاف منا النهاردة الدنيا شغلاهم مواخداهم وما بيصلوش وقت الصلاة أو ما بيصلوش خالص أصلاً ولا في بالهم لصلاة ولا في بالهم صيام ولا في بالهم أي حاجة ولا في بالهم الدين نهائي ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا مشهد يحسسنا بالخجل بقى من نفسنا ويخلي كل واحد فينا مقصر في حق الصلاة وفي حق الله عز وجل وبيكسل عن الصلاة يخلي كل واحد فينا يستشعر الخجل من الله عز وجل ويبدأ يصحح مساره كمان بنتعلم من الرجل ده الإخلاص ومراعاة نظر الله عز وجل حتى لو ما فيش حد شايفك أنت تتعامل مع الله عز وجل ولفلنا الناس وإنما إحنا بنتعامل مع رب الناس إحنا بنشتغل عند ربنا أنا مش طالب الأجر من حد مش طالب الأجر من الناس عشان كده لا أراعي نظر الناس وإنما أنا أنتظر الأجر والرضى والقبول من الله عز وجل فأراعي نظر الله جل جلاله بأعمل أي عمل صالح خايف من ربنا يوم ربنا يكافئنا بالمباهى يباهي بنا الملائكة اتنين بالقبول يقبأ لعملنا تلاتة بمغفرة ذنبنا أربعة بدخول الجنة اللهم ممن علينا بهذه الأفضال يا كريم يا كريم اللهم أمين يا رب العالمين هنا برضو في الحديث فايدة مهمة أوي 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 وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام في أول قصة يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شضية بجبل جملة يعجب ربكم ليه إيه مدخل القصة يعجب ربكم نستفيد منها فن الحكاية ما برضو مش أي حد يعرف إيه يعرف إيه يعرف إيه حكي قصة ويسرد قصة وإنما المشاهد أو القصص محتاج حد عنده روعة في الحكاية روعة في الأسلوب فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني متوفر فيه هذه الخصلة الطيبة المباركة شف يعني كأنه يهيئ القلوب ويهيج القلوب بهذه العبارة المشوقة وكمان بيعلمنا من خلال هذه العبارة اللي هي تعتبر مدخل القصة بيعلمنا فيها فايدة عقدية من جملة يعجب ربكم من كذا يا سلام متخيل إن إحنا لو قاعدين قدام سيدنا رسولي اللي ما تصلي عليه اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تحرمنا من رؤية سيدنا النبي في الدنيا مناما اللهم لا تحرمنا من صحبة سيدنا النبي في الجنة اللهم أمين يا رب العالمين متخيل لو إحنا قاعدين بنسمع سيدنا رسولي الله عليه الصلاة والسلام وبعدين بدأ سيدنا نبي يتكلم وقال يعجبوا ربكم كلنا احنا بقى مركزين جدا كده يعني انا متخيل الصحابة قادين قدام النبي بيسمعوا المشهد ده من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم مركزين جدا يعجبوا ربنا يعجبوا ربنا يعجب من ايه ايه الحاجة اللي تخلي ربنا يتعجب منها ايه الفعل اللي ربنا يتعجب منه ده يعجب ربكم من ايه من راعي غنم على رأس شضية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي راجل واقف على حتة صخرة على جبل وبيراعي وقت الصلاة وبيستعد للصلاة من قبل وقتها وساعة لما يدخل وقت الصلاة يؤم واقف رافع سطب الأذان الله أكبر الله أكبر